تأهلت رواية طبول الوادي للقاص والروائي العمني محمود الرحبي إلى مرحلة متقدمة ضمن الدورة العاشرة لجائزة كتارا للروايات العربية وجاء في إعلان المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ومقرها الدوحة بدولة قطر تأهل رواية طبول الوادي إلى قائمة 18 لأفضل الأعمال المشاركة في فئة الروايات المنشورة ويتناول الكاتب محمود الرحبي في روايته التحولات الجذرية التي شهدتها سلطنة عمان في فترة الثمانينيات ويسرد عبر شخصياتها بيئات متعددة وأحلام متباينة يرتبط تحقيقها بإصرار كل شخصية على تجاوز تحديات معينة